على الأراضي التركية اليوم انطلق برنامج تدريبي لعناصر المعارضة السورية المعتدلة تحت إشراف من أمريكي تركي يضم 500 مقاتل وقع اختيار البنتاجون عليهم من أجل التصدي لتنظيم الدولة خطوة تم إعلانها بلسان المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبوزيد والذي أكد أن برنامج التدريب سيقتصر على الأسلحة الأمريكية وتنسيق الضربات ضد داعش بين غرف عمليات التحالف والداخل السوري الأمر الذي لم يخلو من امتعاض الجيش الحر على عدم ضم عناصر من فصائل معارضة معتدلة أخرى في التدريب أما أخبار الأراضي السورية فعتلت العناوين هي الأخرى بعد أن شن مقاتل جمهة النصرى هجوما مفاجئا على حواجز قوات النظام وحزب الله في القلمون شمالية دمشق أحد أكثر المناطق الاستراتيجية أهمية والواقعة تحت سيطرات النظام منذ عام بينما سيطرت كتائب الثوار على حاجزين لقوات النظام في الجبل الغربي لمدينة الزبداني في ريف دمشق كر وفر تشهده الأراضي السورية وتدريبات غربية طال الحديث عنها دون أن يجني الميدان ثمارها ليكون الرهان هذه المرة على أثر التدريب التركي ومصير جبال القلمون المعلق نبدئ كحور الناس